ينضمن لنا الآن من باريس الكاتب والباحث السياسي الليبي كامل مرعج سيد كامل أهلا بك معنا دعنا نبدأ معك بداية بهذه الزيارة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميدة بيبة وعدد من الوزراء والمسؤولين الليبيين إلى تركيا واللقاء الذي تم عقده مع الرئيس التركي دلالات هذه الزيارة وتوقيتها سيد كامل طبعا دلالات هذه الزيارة واضحة أنه الآن سيد عبد الحميدة بيبة يسعى إلى البقاء في السلطة وهذا السيناريو هو الأقرب إلى الواقع إذا في كلتا الحالتين إذا نظمت هذه الانتخابات ونجح في الترشح فيها بتغيير عنوة وبالقوة وبالضغط على المفاوضية لتغيير بعض مواد قانون الانتخابي الذي قره مجلس النواب أو حتى رفض نتائج هذه الانتخابات إن تم تنظيمها ففي كل الأحوال السيد عبد الحميدة بيبة يبني كل زياراته وخصوصا هذه الزيارة بالذات على سيناريو البقاء في السلطة وذهب إلى أردوغان لاستشارته وللحصول على الدعم التركي المباشر في حالة حصول هذا السيناريو وهو بقاء حكومة عبد الحميدة بيبة إلى ما بعد 24 ديسمبر في كل الأحوال دعني هنا أتطرق معك لتصريحات الجانب الفرنسي بموضوع بخصوص جاء الانتخابات في ليبيا والتي وصفتها بالنهى ضرورية لإخراج البلاد من الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها منذ السنوات هل ترى اليوم سيد كامل بأن صقف التوقعات من هذه الانتخابات بات مرتفعا أكثر من اللازم طبعا تنظيم الانتخابات الكل يريد تنظيم هذه الانتخابات يعني المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة وأوروبا وفرنسا تريد تنظيم هذه الانتخابات في مواعيدها لكن الشي الغامض والغير مفهوم هو هل يمكن لكل الأطراف التي تشارك في هذه الانتخابات أن ترضى بنتائجها طبعا هذا موضوع مختلف عليه خصوصا في غرب ليبيا هناك تنظيم الإخوان والذي يمثله المجلس الأعلى للدولة والتصريحات خالد المشري رئيس المجلس الأخيرة لقناة الجزيرة واضحة وصريحة ولا تحتاج إلى تحليل هو قال أننا سنرفض أي حتى وإن نجح أو فاز قائد الجيش خليفة حفتر في هذه الانتخابات وسنواجهه بالسلاح وبالألاف إذن الأمر واضح طبعا المشري ليس رقما صعبا في شمال غرب ليبيا هو الرقم الأضعف ولكنه يعرف تماما أن حكومة دبيبة وأن الميليشيات التي يعتمد عليها حكومة دبيبة هي تسير في نفس هذا السيناريو الآن وفي قل من أسبوع باريس تخطط لتنظيم مؤتمر حول ليبيا هذا المؤتمر سيحدد آليات واضحة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية طبعا أعتقد أنه حتى زيارة دبيبة إلى تركيا هي لوضع ترتيبات لمواجهة مثل هذه الخطوة الفرنسية وهي ضمان أن تبقى تركيا لحمايته حتى بعد تنظيم هذه الانتخابات وإلى أي مدى سيد كامل قد يكون هناك خطط لكل الأوراق أن ترشح عبد الحميدة دبيبة طبعا هذا السيناريو واضح ولكن هذا صعب إلى حد ما لأن القانون الانتخابي به المادة الثانية عشر وهي صريحة جدا لأن سيد عبد الحميدة دبيبة تأخر جدا في الإعلان عن ترشحه وهذا فوت عليه فرصة الثلاثة أشهر قبل تنظيم هذه الانتخابات طبعا هناك ضغوط على المفوضية هناك تهديدات للمفوضية ورئيسها وهناك تحشيد شعبوي يقوم بها عبد الحميدة دبيبة وأعتقد أن خلال اليومين القادمين ستكون هناك مظاهرات ينظمها ويشرف عليها فريق من الحكومة برئاسة وليد اللافي الذي سيحشد عشرات ربما مئات ربما آلاف للتوجه للمفوضية والضغط على رئيسها لتغيير هذه المادة رغم أن المفوضية لا تملك هذا الحق التشريعي في تغيير أي مادة من مواد القانون إذن نحن في مسألة خلط أوراق وهذه صحيحة ولكن خلط هذا الأوراق يعتمد أيضا على نفوذ الدول الفاعلة في ليبيا فرنسا دولة فاعلة فرنسا تنظم هذا المؤتمر لتضع النقاط على الحروف هل الشركاء الآخرين مثل الولايات المتحدة وربما بريطانيا ودول أخرى هل هي لديها مصداقية في تنظيم هذه الانتخابات بطريقة شفافة ونزيهة حتى يمكن لكل الأطراف الليبية القبول بنتائجها أم لا وهذا يزعج كثيرا حكومة عبد الحميد الدبيبة وهذا الذي دعاه إلى الهرولة بسرعة إلى أردوغان لضمان أن تبقى تركيا في ليبيا لحمايته ما بعد الرابع والعشرين ولكن هذا التناريو خطير جدا سيرجع ليبيا إلى المربع الأول خصوصا أنه خلال فترة عبد الحميد الدبيبة تم توسيع الشرخ بين الشرق والغرب في ليبيا سياسات عبد الحميد الدبيبة الشعبوية وممارسته للابتزاز وحرمان إقليم برقة من كل مقدرات الدولة الليبية واعتباره تابعا له هذا وسع الشرخ والآن أنا في رأي ليبيا هي أكثر انقساما من أي وقت مضى نتيجة لسياسات الفاشلة لعبد الحميد الدبيبة هذه السياسات الشعبوية والتي تركز على غرب ليبيا دون مناطق ليبيا الأخرى شكرا لك سيد كامل مرعاش الكاتب البحث السياسي الليبي كنت معنا من باريس شكرا لك